عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بقطوع الموارد المائية والري وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أكد رئيس الوزراء على أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة المقبلة مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود المبدولة من جانب الدولة وما تطيحه من تيسيرات ومحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة كما شدد مدبولي على أهمية أن تكون هناك خطة تنفيذية متكاملة لتشغيل الأبار الجوفية بالطاقة الشمسية خلال الفترة القادمة